بشكل شخصي انا عارف انك اتنقلت من مصر بالبيزنس بتاعك من مصر لدبي غصبا عني غصبا عنك طيب عايزك تقولي ايه المبررات والدوافع اللي خلتك تعمل كده غصبا عنك انا انسان ربنا مشيا معايا موزج دون حياتي بالبركة ومهما السواد ده طول ما بيس ولو تعبت ببقى تعبت لكن مش ياس بقولوا رب انا عارف انه بتلاقوا انه هيعدي بس انا مش قادر اتحمل بس انا عايف انها هيعدي انا كده جاي باخلي يتصبرني يتفرجوا لك انا عايف انك كده كده هتكرمي مش مش انا هموتوا معايا بلاء لا ده انا عايف انك هتفرج علي هديرت ضحها طب المشكلة هتحلت لا بس قدرت تستحمل المشكلة حتى لو هتحلتش فقرى جيت فترة يعني ببراك رامني كده باعلان وكم اعلان خمسلاشر عشين اعلان وامت عامل مؤضة بالشركة وعمل دي كراءة بتاعة وقدبت البلاتو وعملت اوبجريد البلاتو يعني وخلص شطبت فلوسي بتاعة وجات يعني واحدة كانت معرفة لينا وزي اخت يعني وقت انا عايز اعمل شركة في السعودية او في الاماراتو بتاعة وكده فنستشارت صديق كان صديق لي نعمل ايه قال لي الامارات تعمل في المنطقة الحرة وعش هاي المنطقة الحرة تحصل اشتغل بها في اي دولة وكلام طبعا عمليا يعني مش 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 صح خلص والله هو مختلف تماما يا السعودية انت فهاشتغل بيكون عندك شركة في السعودية وقصص كده طويل فالراجل هو عايز يبيع الشركة اللي هو هيكسب منها هو وكيل للمكان ده فانما بقى لك المنطقة الحرة دي بياخد كميشان ترى الترف درهم مسا فهو اقتين ترى الترف درهم اخ يعني كان اخ اخ وريب من انا جدا يا فانا اوتر الستة وليها انا سألت لك ما فيه فرنة فرنة اي احملك اشتغل انا ليه دعوة ميش دعوة الناس اللي حوالي بيصقوا فيي ان انا يعني رب يجعلها يعني حقيقة يعني ان انا كرياتف وبعرف ادير الشغل وبعرف اجيب شغل وشاطر وكده في شغلي فدايب عايز لي موجود معهم في الشغل فاكرا انجب بعض مني او منها ان احنا نخش في الشركة مع بعض اصرف فلوسي على الشركة الوقتي انا مش هدفع فلوس الوقتي بس ممكن اخش معيك ونحط بدن ثلاث نشاطات نشاطيك ونشاطيك وادخل واحد صاحبي وده ندفع فلوس الشركة لوحدك احنا الثلاث هندفعها قمت رفع السماعة صاحبي يحاول فلوس تلت فلوس الشركة يدفعت التلتين والترع ايه اما بانزل الامارات انا راجل مش هدفع فلوس في حاجة اللي ايده كنت فيها فده منزل الامارات اشتغل اطلع او ماش اديك فلوس ايه الشركة تمام تمام الشركة بسمع مندخل الولد شريك ومندخل محمد رائد شريك وعدين الولد قالت انا مش حتى الولد قالت انا مش عايز تبقى شريك انا شغال في مكان ماو فهتبقى انت وهي شركة تمام دفعت فلوس اقامتها وبعتناها عشان تتعامل فقارت انا هعمل الشركة كمان انترت شهور بس فلوس الشركة دي هتتدفع الوقتي عشان التدرهم ولسعر العملة اربط على عشرة جنيه راجل المعشي راحوتي في الوقت ينضبط لك على الوقت ينحول لك درهم ونضبط لك على الوقت الراجل عايز ايه فش ايه فلوس ترترف درهم يحاولوا فلوس درهم ويحاولوا المنطار الحره الشركة اللي تابعنا المنطار الحره فالشركة هتديروا الكماشة المتاع فاكه لقى اسباب تخصها متعلقة بينا يعني انا مش عايز اعمل شركة انا عايز نرسيبك في الشركة انا مش عايز اعمل شركة انتو نصبين صاحبك ده نصب طب انا عايز شركة او مش عايزة فلوس انا عايز الحاجة وعشيني ارف درهم اللي دفعتهم لا ونعمل بلوقتي استشعرت الناس وبتاعها وكان لك والله ست وعندها اولاد ودي فلوسها وبتاعها شيل انت اهو معنى ايش فلوس الوقت طبعا ادفع الفلوس وشيلت انا الشركة وده غط نفسي دفعت بقى جزء كبير جدا من الفلوس وروحته شيلت الشركة اربع شهور الشركة بتعد عليك واتعد عليك كل سنة بتدفعتها جديد طبعا انت او مرة تسمع القصة دي اصاري فلوس مجد شركة دي عشان اعمل فيها شغل هنا طبعا مش صح ادرين نمشي فعلت اربع شهور عشان اخر شركة دي عندي شغل لحد ما قطعت الفيزا دفعت فلوس الفيزا السياحة وشيركتي بتعد عليها نجم مقفولة ما بتشتغلش طبعا راجل مش منورنا او انا بيقول لنا هو اخد كوميشن بتاعه اللي اخلي بالكو الشركة طول ما هي بتعد انت طبعا فيه ربع سنة طارت تدفع كل سنة تجديد سبعتاشر االف دره فانت فيه فلوس بتطير عليك واراجل مش منورنا خالص واراجل اللي عمل فيك العاملة وكسب منا وخلا طبعا جينا طب الشركة لسه فروس اتحولت ما تلاعش ورقها ولا تعمل اي اجراء كنا مأجرين لان اجراءات رجع الفروس ونرجع عليها اكافى الله الممين ايه اتشرقت قالك لا الفروس ايه مش ترجح هو رجعت هترجع على قصر الترف دره اللي هي العمول بقى فين وفين هرفت من هو شخصين ان عمولتوا بتبقى الترف دره ايه المهم يعني انا مش عايز طول في القصة انا اتدبست في شركة في الامارات قلت يا دي محمد اكيد خير روح اشتغل في دبي اعملت فيزا سياحة وكده قلت بعدين اقطعت تذكرة وبعدين بعد ما عملت الفيزا خلاص الفيزا كمان يومين اطعت تذكارتي قبل الفيزا ما تنتهي بيوم دخلت البلد نوبلان فما اقطعت تذكارتي بدين عشر تيام مسلا مش فاكر انا وعس اكاونتات سوشيال ميديا الشركة عندي والناس بتعمل بوستنج ومش دائما لاينا بشوف الرسايل اللي بتجي للعمر الفتيم اللي عندي بشوف الرسايل اللي جاية العميل دكتورة لتخزياء بتاع فدكتورة لبعدها قال الدكتورة عندي بالطبعها فالجمهور بيتاح اتلائها قلت اني يلي بصوروك رفوتيها بتاعتكو حلو اوي انا عايزة الشركة لو بصوروك رفيديها بتاعتكو لو ليها فرها في دبي تيجي تصواري حمد بالجنزبيل يعني لحد عارف ولا فيه ولا احنا كان فيه متوقع نعمل شركة في دبي كويس طلقنا على الامارات اول يوم كرمت الست طبعا صديقي دا معي قاعدين في الفندق بحكيلو على كل حاجة كل ورق مكشوف ثقة وعمياء رحين بقى غربوا مع بعض وسوق مشنل علاقة خوي جدا جدا ما يفعش فيها اي نوع مع الغدر دخلنا الامارات يوم تاني يوم تالت يوم بموت في الفندق مموت سرخ من القلم شايف عندي ايه ظاهري كل ويف جنبي كل ويف فينا عندي حصوة طوارق رحت المستشفى تك 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 تفعت مبلغ كويس جدا لان هو عمل لي الفيزا السياحة من غير تأمين انا بدأ انا الشخص اللي هو بيقول انا جامد جدا وفاهم جدا والايجو بتاعي مفارتك الترينج كل حاجة في البلالة بسم الله كده انت تفعلك حولي الفندرهم في المستشفى في ساعتين عشان مورفين خم مورفين حولتين مورفين واشع ترانة من المستشفى الدكتور بتكلمي عايز اتصور روح اتصورت في بيتها اخدنا كم مقطع يدينا رزيزة كان اول اول ستة الف درهم اخدهم في الامارات حلو الدنيا جميلة اما بقنا ترى تربعة يام اسبوع ودخلنا ستة الف درهم كده الدنيا جميلة اوك طيب احنا معداتنا في مصر يلا يا جماعة ناخد فلوس دي وحط عليها فلوس تانية ونجيب معدات بدا انا نكتر نجيب معدات ونكبر المعدات بقى في دبي مع الوقت كل ما يجي اردن نجيب معدات عشان ما نقجرش يعني بزبط بس علاقة نفسك انت انت ما بتكسبش انت اللي بيجيلك وتحط عليه فلوس وتجيبي معدات فانت مفيش فلوس دي خلالك ععدت في الفندق شفت انا بريز قولك انت ترتيب ربنا بتبقى لو انت راجل يعني انا قلت انا هشيل عن الست دي والبس انا ورق الشت كدير اقول ان اخصارة بس الرجولة بتقول خلاص انت شيلها ست انت راجل معها خمس اولاد ليها ظروفها ليها دنيتها انت رازم تشيلها خلاص شيل يعني ومشاكل بقى حصلت يعني فرايح انت ربنا العلم بيك انت رايح خايف فجالك شغل ومقام بتعمل ماركتنج اصلا مش منطقي الحوار بعدين شوية ضرع سكن سكن في دواي غالي تليفون بيابني انت قاعدت في فندق بتعملي انتيمك بقى مناعت لوحدين انسيت اقولك يلا انا جاي اخدك من فندق فانت كده قاعدتلك شهر في جي ايل تي جي ايل تي منطقة مضيفة عندك بسين كبير في البنائة بتاعتك عندك جاكوزي عندك جيم عندك مش عارف ايه بتاكل اكل مضيف قاعد في مكان جيك طبعا الاول ما راحتك كنت تخيلين ان الامارات هي جي ايل تي و جي بي اره ما كنت تعرف خلص ان الامارات حاجات تانية كتير فانا خلاص انا اقعد فأوروبا فقاعد جاش شغل ما جاش انت اصلا تمام دنيا في اللازيز يعني انت بالدندن طبعا الدنيا في الامارات مش كده دي الناس مش في حماك اليوم هناك لو ما فارقتش فيه عشان تجي بخمس ست شغلانات فيجيلك منهم واحدة او ما يجيش لو انتخل طوام هتهرق لو ناي وتروح تقعد في الامارات تنام او تقعد يومين في البيت كده ما انتخ ما تروحش بس انت بدأت انتخ في الامارات ثلاثين ما تقش انتخ في الامارات بتطلع تانتخ برا بتاخد الفلوس بتطلع تفزح ورا احنا انا فهمت طبعا البلد وعرفت اجيب منها الفلوس بس انت بتعود بقى اللي حصل اللي اخبطة فخلاص انا جدا الامارات بس عايزة الامارات عايزة بطل عايزة حاجة بتاع شغل مهمش عايزة واحد بتاع انتخة وبتاع شوائية بلان بقولك عايزة بطل مش عايزة واحد بتاع عشوائية مش عايزة واحد بتاع تحريجي ما عايزة ايه وانت روحت من غير بلان انا عملت بلان بتوليت عملت كل بلان وكل حاجة وخططته وشركتي اتغيرت وقيت شغال بدي المشل الناس على تريلو مش عارف ايه كل ده مس بعد اما رحت دبي اتعلبت بس تعالوا انت بفلوس كيرا جدا الشخص اللي كان مهديك وفينه بزنس ديفولبر في اعملك الكلام ده كله من ضبيعة الناس دي اللي بتتشدق شغله قليل جدا شغله قليل جدا يعني ده قد يتكلم كويس قوي تشتري منه شغل ست شهور سنة ما تطلعش منه بالشغل انت بتعمله في اسبوع ده بدون قد نظل مش ممكن عمد اتكمل مع المهات رهيبة فيه شغل الشخص المدعي او السارك منذوع البركة لا يوفق انه يعود انتك بطلعش قماش ما علينا يعني الا برضو عن طريق يقعد ناس تجيب له شغل بياخد منهم كومشنات وتكتشف قائد ان الشخص ده كل داخله من كومشن قدام هنا انت هو بيجيب شغل وقدام ده بيجيب شغل هو عملش حاجة هو بيحرك ده بيحرك ده لكن هو يشتغل الشغنة بتعملش ما علينا يعني مش دي قصة انت رحت الامارات ونزلت كذا كذا قاعد على السوشيال ميديا عرفت على محامي محترم جدا من عز اصدقائي قال لي تعالقت قبل حال قلت قابلته امارات وستة رطيفة كدا الناس حبويه بشكل مشتوبيه وقال لي احنا عايزين انك تعمل ده لشغل انا كنت ناجح في مصر في كام اكاونت في الفيديوز وكدا هنصور امت هنصوري بالجازة هتاخد كام هاخد جازة تمام تمام تك تك فلوس في حسابك هتحولت تعال اصور طب مش هتعقد حسن ربنا انت بتروح الغربة بالاوي بيهديك كده كام هداية وايه وانت طبعا قلبك متعلق جو علبة كده مقفولة عليه ربنا بس مش احكي تاني خالص انا برضو باقدة من امرود بعد فترة بتموك تتنمرد شوية لكن في الاول دي انت في الحضانة قاعد في الحضانة عبادها الله اكبر شغل بسم الله شغل المهم يعني نزلت سوق الامارات اشتغلت شارتك الامارات وحطت فيك اتنصب عليك مشاكل فانا هلخص بوقتي حبت انزورات لو رحت الامارات متعملهش اولا ما تبقاش شخصية اعتمادية عايز تعمل شركة في الامارات متكلمش شركة تعملك شركة تنزل على رجليك الاماراتيين والحكومة الاماراتية والاماكن الحكومية متعاونين بشكل انت لنت تخيله في حياتك زوق بشكل انت بتتكسف ما تقفرهش اوي في الزوق كده يعني دخلت ده يا رجل الموظف يرجع يقف جمع الحياة ايه يا عم انا الدنيا مخربطة معايا وانت ما شاء الله رب انا كرمك وامورك مصبطة يعني انت بعملنش من تحت اوي كده فهم متربيين على ان مفيش فوقية في التعامل فعايز سهلك امورك وهو متربيين الشيخ زاد اللي ارحمه ان انتو الدولة دي معمولة عشان تسهل الناس عشتها مواطن او وافد كل القوين عشان تسهلك الدنيا فحضرتك اكبر غلطة وانا اقني معقول وبكرة التقرؤة دي انستعلمان انك تنزل تكلم شركة تكلم شخص اعمل لي اعمل لي اعمل لي اعمل لي اعمل لي اصح اختيار واكتر اختيار بعيد عن الكونفرت زون وعن تاريح الدماغ اكتر اختيار بعيد عن الاعتمدية واكتر اختيار متعب افضل اختيار دي كوفر لك فلوس كتير جدا تروح الامرات زيارة تخش اماكن تخريص معاملات من مشغول معروفة كبيرة جدا متعقدة مع الحكومة تسأل اعمل كذا اعمل كذا اعمل ايه احيز اعمل شركة ايه انا عال الشركات ترفع السماعة تكلم الهيئات تكلم الهيئة بتاعت المرات ان حرة تسألهم تحط قدامك عرض الساعة تكلم كذا 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 اربع خمس ساعات شغل اعرفت انت احسن حاجة لشركتك ايه ميلاند ولا فريزون بتجدد غالية ولا رخيصة على انهي امارة كل امارة مميزاتها ايه امارة دي تسمح بالشغل في امارة دي ارى لأ هنا في ضريبة ولا فيش ضريبة لكن تروح لشخص اغلب الناس تشغل سبوبة بيزنس هو في الاخر الشركة الوكيل لمطار الحرة دي افزة دفزة بشعب ايه هو الراكل اللي هم من حد يجي اعمل شركة انا هجيب لك عشر رزبين بشكل ليجال اللي جاي ده هتقل له ايه مش قصته هتقل لي حاجات كتير اكيد طوى هتقل لي ان انت مثلا اقامة ليك تعمل خمسة او اربعة اقاماتهم على الشركة جي تعمل اقامتي انا عملت اقامة الواحد هدية قال لي لا يا فندم تريك اقامة كل اقامة تدفع عليها الفين درام غير فلوس ان اقامة كوتا كوتا او طب ما قالت ليش راكل راح بقى اقولهم ازاي نوس ايدي مشكلتك انت اللي عندك معلومة غرط المندلكش معلومة كده فروحها عملت اقامتي انا على واحد صاحبي مش عشركتي السبب واحد مصري صديق اخ ليك بيضللك جاهل بيداعي العلم علشان ياخد منك كماشة فمسهل موقف قدى ان الفيزا بتاعتي خلصت ورقمه ما تعملتش بسبب معلومات الغلط اللي جات مع الشخص ده عن كل ده انت بتتعلم في الامارض انت الاعتمادية انت واعتمد على حد بيديك المعرومات ان هو جاه بس فانت بتغرأ في الاخر خلاص بكرا الصبح هاتخالف يعمل ايه 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 اجتماع هو قاعد مع انا مثلا الشخص ده وبنت تاني محتوى ما كده قالك انت تطلع على الكويت وترجع عشان هيتعمم عليك عمل تليفون قاله لا هيتعمم عليك فورا لازم يمشي خدت ياران الكويت وروحت امه شعبي وقضعت تذكرة بش الفين وروحت الكويت ورجعت وصرفته تاكسياته وبسرعة ما فيش عديه الفين وستمية دير همطاره وثلاثين الف كمية بيتك قابلة بيهم يعني لو هجيبو بيهم شبسي ام اقول بيهم وروحت وراحت المطار خلت الزبط قالي انت بخير في تولوس داي وقالي ثلاثين يوم ايه رقمت داخل قبل 18 هو اللي قطعلك الفيزا ما قالكش اللي عاملك الحاق ورق ما قالكش اليوم بتحسب له كذا طبعا الجه بس الجه بس هو مش انه هو مش انه انت مش شغل بقيله وقدم هو بيعمل بمصلحه خلاص بزبط في 50 دولار طلع منك 100 دولار طلع منك بروحت انا مش حاف كنت احبل انت كنت تهبل ولا بيجي مش هارب بصراحك السخرة عمياء دي فرد لا انت عشان بتتعمل مع الناس بحسن نية فا العشرة عامل قيمت العشرة اكي ايش يا فالزبط قالي لأ انت عادين كمان انت شتدفع يوم واحد انت دفع المخارف اكننا يعني قبضنا عليك انت جاهلنا بنفسك المخارف ان ذنو 50 درهم غيروش عاو 60 درهم ايه غير ايه انت دفعت 300 درهم شوية ودفعت دفعت وخرجت المطار ودخلت تاني ورحت المطار عدت سبع ساعات مستاني عشان اخرج المطار من ضغبات قبل المخارف يعني ورحت عدت سبع ساعات عدت المطار ورحت المطار التاني ورجعت قلت قاعد على ما يتلقوا لي فيزاك جديدة حك عشان هم معلومة غلط فيزاك في 10-13-013-013-013 فلوس فلوس يامن عرقك وربطة كوبادك عشان شخص هو عايز يامن ويلبسك الشركة دي عشان هي دي فانت عملت روح هناك تجيب من الشغل وتدفع وتصرف وبنعاني بقى انت كايب الفلوسي ازاي وكده فبالسالب انت في الاول مهما اشتغلت بالسالب عادي انا اسف وبتاق قلت له حبيبي انت مراحتك انت باشا انت عايزه ولا قرومك ولا انا متضايق غلطك وده لو بنغلط حصل حصل كده بالضبط كده والله شكرا انت راجل جدها رجعت دي مرات جيت اعمل اخامتي لا اخامتي بعد اما رحت وخرجت ورجعت هتكلفني اكتر قال لك انا عيسف بتاع فعملتها على اخامة واحدتين وتنى نصاب وهربون واخد قول لغربان الواتس اه عن طريق واحد صاحبي قال لي اسمع كرامي وانا مسئول ووثق فيه وبتاع وابطلو مش خلاص انا المسئول عنك هنا وابطلو اطلو 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 ا قمت عليهم اما. خش بقى على البصة هي تلاقي الجمال كله بقى. وهنشغلك وتيجي وتواب معانا. وتقول لنا سكيلز بتاعتك. وتقول لنا شغلك. انشغل في شغل بسيقول لك. ده بيشتريك. وكام اربع طرف وشوية درهم. ولا ورقة شركة. وليك تعمل حساب بنكي بزنس شركة. وتفاطر عليه. عشان تبعك اقامة فريلانس. طب خد القتل. انت مخرج وقالك ترات سنين بتعمل شغل في قناة الشرقة في الامارات. وتعمل شغل في الامارات وده كاترة. انت بتقدم تقول لك انا انت اخد اقامة ده بيها عشرة سنين. فطبيا وتأمين الطبي بتاعك مختلف. وكل حاجة مختلف. بس انت استنزفت. فتقول لتو خش شوية بقى بقى اعمل الكام ده. شو مش قادة تجري في اولا. فعدم الاكسبرينس وعدم السؤال. والاعتمادية. على الاخرين قاتلة. فتروح دورة زي الامارات. لازم تروح. تنزل. ترفي بنفسك تسأل. انا لوقتي بروح الامارات واجي. انا انا جاي مصر مرة دي. رايح جاي بثلتمية وخمسين درهم. ازاي? ويبقى قطع تسكرتي بقى بنبادري انا عارف فبقى كزا كزا. ويز ايرش انت على دهرك. تسكرة بمية واربعين مية وخمسين مية وسبعين درهم. مدل الف والف سوى مية درهم. فبالتالي كراجل ازاي ريس الشراء المو صغير. مش هركب يعني بيزنس كلاس يعني. مطايرة عم انزل ابص على اولادي واي. لو انا هفستي هتخلص. لما انا جيت بقى بعد كده. حملت اقامتي فقال لك اعمل خروج ودخولي هتدفع الف سوى مية درهم. بغيرها مبارد. او لأ عشان تجد. حاجة اسمها تعديل واضعي ايام. ايام بتعمل خروج ترهم. هركب وز اير. رايح جاي. بثلتميتر ومعمية درهم. اشوف اياني. معهم كم يوم. نزلت عاد تسعة ايام تمانة ايام. اصرف فيهم الالف درهم. واصلت فيهم حتى اكتر. اللي انتوا هتاخدوها. يعني اديك ووفرت الف درهم. انزل اعودهم مع ايام كده كده. انت بتبعت لبيتك مصروف في الف درهم دول زيادة عليك. اصرفهم. وارجع تانية. ما شفت عيالي. الخبرة هنا بجاءت اتعلم. ما اتفهم. سمعت ايام طب تشكال ايام فيه شركة اسمها ويز اير. خلط شفت ويز اير. اه. طب جربت. طب اشتركت فيها شترك سنوي. فالكسبرينس بدأت. وعدم بقى الاعتماد على الناس التانية. يعني فيه بنت. اه. حسن. تانية سنة. صغنونة كده. دميت راجل. مش ممكن. ولا صاحبتك ولا عشرة عمره ولا اي حاجة. وقالي في حاجة يبينكوا بينها. انت اخ ليها مسلم مصري. يربطكو كم حاجة مع بعض. دم. عارفت كتك تعملك تدلك. خريطة. بمجرد انها بتقعد تذاكر الحاجة قبل ما تعملها. طب دهي خلينا بقى نروح للمنطقة يا مهمة جدا. بالنسبة للمحمد رائد. بما اننا يعني. احنا فيه صداقة تجمعنا مع بعض. ويمكن انا فيه حاجات كتير اعرفها عنك. الناس ما تعرفهاش يعني. انت تفضل الصداقة تبقى مبين الراجل والست. حتى لو في اطار محدود ومعروف. الاطار ده رايح لحد فين سقف. انا كلمك انا الراجل انا راجل سريم. الحمد لله سحيتك وإيه سر. ما عنديش بيقول لنفس الجنس بتاعي مثلا. فطبيعي. مش جاي يعني. راجل طبيعي. فربنا خلقيني مبين للجنس الاخر. فلو انا ادعيت ان انا باعد مع الجنس الاخر. يوم كل يوم اخر جوان هي بعض. وانا تمام حاجة من اتنين. يا انا كداب. وانا كداب وخبيث. يا انا عندي شزوز مسلا. مش مريش في القصة تي. فانا بشوف ان اي راجل هيقول لك انا مقرنة صادق زد. وكل يوم. ونخرج وراهني يجريك. مش ما عجبتش بيها ولا اي حاجة. ما هي مسلا وحشة جدا. من نسبالك. مش فيش ست وحشة. بس من نسبالك عششة جدا. يا انت عندك مشكلة محتاج التعالج مسلا. في حاجة غلط. حتى لو في حدود. يعني حتى لو احنا حطين رولز وماشيين عليها. يعني حتى لو بنشتغل مع بعض وفي مكان واحد. لا لا ما في دي رولز مش حدود. ربنا قال رولز. لكن ما يتعرضوش تصهروا في شقة لوحدوك كل يوم وتتكلموا ده تشوفوا في المكتب للصبح والناس روحت. انت كده ما فيش رولز. ولكن. وبدون داعي بتخرجه وتروحه وتديجه وتعمله. احنا بنحب ده اكيد طبعا من نحب نعمل ده. في فرق من اللي بتحب تعمله. وفي فرق من اللي انت بتعمله. فرق بين الصح. سألنا عن الصح او لا. ولي احنا بنحب ايه. لا انا بسألك على اللي انت ممكن تكون مقتنع بيه. مقتنع بيه. عشان منافق يعني. لا خ انا مش ملتزمين مية في المية. اه طبعا. يعني اناس ما عارفنا. اناس ملات محترمين. واحنا يعني الدين اللي منعنا ان احنا نتجاوز حدودنا. لكن اتتكلم في الصح. صداقة بين رجل وسط بالشكل المبالغ فيه. ستات ممكن هما يعملوا القصة دي بقى الله. طيب والصح. انت رجل زي الكلام ده تقترع بيه. لا هي هي. ما تنفقش. لا من غيرنا فقط. عارف ان انا. المنزة هيزعله منك. يزعله اصدقان. لا انا مكلمك مصراحة جدا. ده هي خلينا يعني هو ده بدري. بس حلو ان انت سألت ده عشان استعجل شوية في السؤال اللي كنت هسألولك. انا رأي ايه. ما انا فاهم. لا انا. بس في حتة بس هايز اقوله بس. انا مش هسأل حالة. حتة مخنعة بس استنى بس عشان بقى انت هتفوت. الحديد والمغناطيس. بحطون جنب بعض. بينجزب. وقلتنوا لو سمحت. خلوا ايه. فيه. حدود. هينجزب انا مش هينجزب. طب لو هم بعيدا ببعض. لا فيه طاقة بقى. مش هينجزبوا. لا بس فيه طاقة. ايه بقى. بس لو بعيد. لا بعيد خلص. لو كل ما يقربوا. فكرة نهما يلزقوا في بعض. اه اه. كان في المية. كتير. كتير. اه. فاول علاقة بين الراجل والست. زي الحديد والمغناطيس. انا بقى كنت هسأل. كل ما تقرب. وتكسر الحدود. وتكسر بيسموها. ليه اسم كده مش قادر فهمها. اه. مش عابه يقولك ايه و ايه حكرة. اه لا لا. وتفر يعني. طيب. هو هو. بس عشان بس ايه. ما انشتتش نفسي. او انت. لان السؤال اللي جاي ده. اه. اه. مهم جدا بالنسبالي. و مهم جدا بالنسبالك. ولاني اعرف تفاصيل كتير عنه. حكم ان انا. كنت فترة من الفترات كده. صندوق السود. اه. عندنا? اه. 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 ليه انا قلتلك انت. انت. اه. انت. عندك كدرة على انك تبقى مؤمن. ان في صداقة بتحسن ما بين رجل وسط لان دايما الراجل انا اقاسف سورياني في اللفظ لما بيتخزوق دايما بيتخزوق من راجل زي الست دايما بتبقى بتحاسب على ردود افعالها اتجاه الراجل حتى لو الراجل ده زميلها في شغلها يعني بتحسس عليك الست لما بتخزوق بيبقى خزوقها في المنطقة ايو بس النسبة لعظمها الراجل خزوه منطقة لا لا خالص السؤال اللي جاي ده هو الست هي الهرمون بضحك طرح ما عادتخزوق خالص بس كم في المية يعني انت تتخزوق من راجل كم في المية انا بكلمك عني انا مثلا خمسة وتسعين في المية اتخزوقته من ستات كم في المية اللي هما ما تربطنيش بيهم على قاطفية خالص بتربطني بيهم علاقة زميلة اكتر نس فادتني في حيات الرجال اكتر من ستات اكتر نس فادتك واكتر نس درتك خينا بس نروح للسؤال ده انا لو لو وجود ناس رجالة في حياتي ما كنتش الستات دايما هما بيقوم مستفيدين اكتر من الاخر لا الرجل السليم هو جفر للست مش بياخد فانا لو هتكلم في مصطحة حياتي مصطحة العملية لا انا هكلمك في اطار شغلي مش اتباع الهواء في شغلي اه اه هكلمك في الحياة في شغلي في اي حاجة لا رجالة مفيدين اكتر خينا بان انت سئل السؤال ده يبني كهذا الاجابة كده في المارك كم واحد في حياة محمد رائد وصل محمد رائد انه يدخل في صراع نفسي مع نفسه عشان يطور من نفسه نسأل السؤال بشكل تاني انا فهمك اتقذت من كم حد عشان تثبت لمحمد رائد انك كل مرة كنت بتقع فيها قادر انك تقف وتبقى اقوى من المرة اللي لعب لها صدقني صدقني مؤخرا ده كان بيفر قديمش من زمان شو يقولك يا عم اخرجي يا عم انتش نافع فقط انت بتنرق ايه انت تعمل ودوله رايبين او يعني او رايبين او مش قريبين كان بيبقى حافز يعني انت حايز تخيري ناس تصدق ان انت هو غبلي يعني لكن انا مؤخرا بقى معاتش فريلي انا كده كده بتشايف مية في المية ان رايح فيه فالانت بتقوله ده مدحك او زمك شمه مستوى عندي مدحك ممكن يبسيتني شواء نقاك بتحبيني زمك مزعك يعني عملت زمت زم وانا بتزمت زمت عك مزعك في زبابة ايه زبابة والله بجد والله انت قدامك ومش فارق معاك يدومك بيقول ايه حاجة واحدة بس اللي باس ما فيه حد يتكلم معايا تخلي بقى لك ده حرام ده حالي اما الحياة بقى والشغل والبزنس انا عافة انا بعمل ايه انا عافة اراح فيه فانت بتيجي تقول لي كزا كزا في النضج دلوقتي مرحلة النضج مش قندق حاجة بس مرحلة النضج الحالي اللي عندي الكمل من النضج اللي ممكن يكون اكبر من قبل كده ووصلني ان انا فعلا اللي انت بتقوله انا قطر خيرك مش فارق لي يعني لو انت قطني او كزا مش هعمل اش هزبتلك يعني زبابة كنت ممكن تاخد الخزوق وتقول ايه انا اكتر رد على الخزوق ده ان انا نجح لكن الوقت ما عادش الموضوع ما عادش فوضي فكر في الشخص يعني من كتر من انت انت صارت في القصة دي ما عادش عايز تعد انت صارت طيب فهم ما اقوله افقت جدا طبعا يعني من كتر مميت مني ادم مثلا خزوقوك فانت كبرت فجم يحكوها بقى حاول يكلمك تاني فوق تحت مناصب واطي عالي كل انوع الناس فانت انت صارت خلاص في القصة دي فانت مش بيحتاج تثبت نفسك انت بالله خلص محمد رأت اللي بيخرج من حياته وارد يرجع تاني ولا ما فيش فرصة نهائي ليه؟ عشان انا يعني بشكل شخصي شفت ناس خرجت ورجعت تاني يعني انت بدت لها فرصة مرة واثنين لو كده مرة واثنين بس خلاص لخير الوقت موجودين انا مش عارف انا بقى يعني انا بحاول احسس عندك شخص انت عارفه كويس اكيد 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 هرجع تاني نفس الشخص ده؟ لا طبعا مش هيرجع حياتي خلاص فيه ناس اللي بيخرج من حياتي حياتك على خلاص يعني عبيت يعني شديته مع بعض لكن اللي هو انت بيباني ان هو خلاص بان ان هو مش خرج من حياتك بس مختلفين فترة دي لكن اللي بيخرج من حياتي بيرجع سلام عليكم وكسلام فيه ناس احد اصدقائك ورجع محترم جدا خرج من حياتي لما رجعنا رجعنا ايه؟ سلام عليكم وكسلام حد تاني انت عارفه خرج من حياتي رجع نعم خيرينا نقول ان عرقد انخير اللي جواه يعني صديقي وصديقك المشترك اللي لسه بنحتربه وموجود لوقتي بنسلم عليه وكده هو لسه في خير نستحق ان احنا نقول له بقى السلام عليكم بس هو هو يرجع تاني نفس المنطقة اللي عاصر اللي عمل فيها مشاكل اللي طرع منها حاجات من شخصته انت محبتهاش يرجع حياتك بشروط مايرجعش بقى مش عارف ايه ما بيتغيرش فيه مثل كده مش رايق دي اختراع العجلة هو بيخش في الحتة دي بيعمل فيها حاجة مش كويسة بيخش شارك بيعمل كده دخلوش هنا تاني انت نظفت الحتة دي شكروش رايق تنظفها بقى هو فيه مانطقة تانية بيخش فيها بيخش كويس جدا تسيبوا فيها ما دواش سازق طيب ما ده برضو يودينا للحاجة تاني سؤال برضو مهم جدا احنا عندنا ويت زون وريد زون في حياة محمد يعني عندي ويت زون بجمع فيها الأصدقاء سادة ان انا مجاهش في باري خارس اللي انت بتحوم عليه من ساعتها خالص لا ده مروش لو انت بتتكلم على موقف معين انا الشخص ده بقى وربنا شاهد على بقوله تسعلين جدا جدا وهو خرج من حياته وعرف انه يرجع وعرف انه يرجعه بس لسه انا شايل فهم اما هو الاجابة على السؤال ده هي اللي هتقولي لسه انا شايل لانه عنده خير كبير جدا وحوصنية وفيه نقطة مهمة قوي 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 امت بترجع الشخص حياتك لو خرجته من حياتك انت كباب نعلي امت ايه؟ الشخص بترجعه حياتك تاني لو خرجته منه بص بشكل شخصي انا ممكن ارجع حد خرجته من حياتي لو اكتشفت ان فيه ميس كوميونيكيشن حصل طب ما فيش ميس كوميونيكيشن لو الاسباب اللي خلت الخلاف زالت وزالت خالص ويرجع انت قلت ايه؟ لو الاسباب اللي خلتك تقطعه وزالت من ضمن الاسباب دي ان هو غلط وفعلا جاءلك انا فعلا غلط ومش عايف غلطة ازاي؟ ومش منطبع فبالنسبالك زال انت تأكدت ان الشخص ده دي حالة مققتها دي حالة مققتها هو مش ناء مش دي شخصيته هو مش يعمل ده تاني فترة ترجعه حياتك لك ايه كريم الناس اللي بتخرج اللي هم اللي بتيجي ترجعه حياتك ويجدلك طبعا ما تتدخرش حياتك تاني اول حاجة عشان حد يلي اخوش حياتك لازم يكون معترف مية في المية ولله المسأل اعلي دعاء سيد استغفار ابوء لك بنعماتك علي وابوء بزنبي في اغفر لي اعترف اعلى لازم تعترف صح ما تبقاش شخص مستفز صح انا مغلطش بس سامحني طب معاناها ان انا وحش معاناها ان انا حضرتك غلطت فيا وجاي عايز نسامحك عشان انت مغلطش عشان انا ظلم فيا فاشت عم اعاكد فانا هتدقى منك اكتر انت بتبزني ابيوز فانا عشان بتي يا سامحك واشوفك كويس مش هشمقز منك غلطت فيا حتى انت اتربها فاليا سامحك يا سامحك وادخارك حياتي تاني طيب خلينا برضو ايه؟ ندي فرصة برضو للناس اللي هي ممكن حبه ترجع حياة محمد رايتاني لا لا اوارا حمد رايت مين؟ ممكن فيه راسة حسن مني مستوش تحملها في حياتي لا هقولك كل الناس عندها ابيض و سود بس شوية للناس اللي عندها ثقافة المساحات الخضرة او التسامح يقولك انا عندي وعندي ويت زون وعندي ريت زون بلاك زون دي الناس اللي خلاص خرجت قريدي من حياتي خالص الوايت زون دي الناس اللي انا بتعامل معها الريت زون دي اللي هي منطقة الخطر اللي هو المؤقت او الوشيك فانت عندك الريت زون دي وفيها حد موجود انت كنت في يوم من الايام هو في الوايت او البلاك واتنقل راح للريت زون هيديك الارمة او اشارة كده ان هو بده يتغير ويبقى كويس هتنقله بقى في حاجة من الاتنين التانيين هتدخله في البلاك زون او الترجعه تاني الوايت زون دي ويبقى في اطار ال الكميونيتي اللي انت بتتعامل معها والله يا بص يعني انا شخص حسن الظن جدا متفائل جدا مفاوك كتير او دي فمعنى ان حد ينتقل المنطقة دي فبقى بقى ايه من هو هو بلس كيس حلو بقى اسم انا خلاص فيعني ايه انا ببقاش عندي امل فيه يعني هتعطف عليه هتطبطب عليه هتقوله اي حاجة لكن هو يخش احنا مش مستحمين امراض نفسية احاقد مش هتغير حاقد يفضل حاقد الحاسد يفضل حاست الكدام يفضل كدام فانت هتدخله ايه يعني انا بس احاول افهمك وانت حاولت في هند خلينا برضو نقرب اكتر شوية او نخش جوه شوية يعني نعرف جوه الصندوق في ايه احنا كده كنا نتكلم على الصداقات يعني في اطار الصداقات يعني واكيد انت تأذيت من الامثلة اللي احنا قلناها هل فيه ناس اشتغلت معاك اه ضررها كان تقيل قوي عليك اه كل ما ترجع اصغر بالسنة شوية ضرر كان اكبر كل ما كبرت في السنة شوية فهنا كنت ناضج شوية فكتش باس محن بضرين مش هم مريحة انه هيبدأ اضره في منطوره بعيد يعني زمان كان ممكن شخص يقعد سامعة تبانسين في حياتي على منطوره المضره بوقتي ما بيقوتش شهرين في بيت نتر عبدو مادري مادري فالمصفة فتحتها دقت ما عادش بيعدي منها ايه اي حاجة خلاص يعني خلاص الشوية ما عادش بيعدي كل ما بتكبر حرفيا يعني نسه من كام يوم مثلا حد مصور يعني اتكلم دايما باسم الدين عمال ما وخفش علاقة بالدين متلغينيش دايما السلامة مش عايزك في حياتي السلامة خالص فبلوك وارب بيكتب لي لسه انا مش عايزك ولا عايزة اعرف انت بتعمل ايه وارب بتقولي وارب بيكتب مستد تلق هتقول ايه والناس تجي تقولي مش عايز انا مش مؤتم فعنا خلاص انا عايز الناس النقية دا كان موجود ضمن الكرو بتاع الفيرو ميديا اه 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 اعن لا مش ممكن يعني فريلانس ينقل اخبارك لحد انت خصمت معي من سبب لا اخلاقي حد عمل حاجة على اخلاقي ايه فخصمت معي ندلوش اخباري ومسلا حد دا ممكن يكون قريبه بيكللني فيوقع بينه من قريبه حد يجي بيصور مع مثلا حد يروح يوقع بينه من مراته او طلقته مشاكل بقى فانت واحد اذا انت عاده عندك ليه برا يطلع برا تعطف عليه عشان هو عبيت هو سازك لكن الشخص المتعمد يخليك توقف غرض توقف حرام يزوق عارك حد يزوق عارك واحدة مش عارف ايه مدعي يتكلم معك كرام مع ربنا تاني يوم تلي بيصور حاجات اخرقان انت عايزه في حياتك ده بيعاد ربنا عام عاك هتقوليه ليه خلاص انت في لفل بقى عندما دخلت فرحانك بتحرب ربنا بتفسد في الارض انا ملمحكش عندكش مساحة تانية انا دي خلاص انا 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 دي بقى اللي محنتاش داخل حياتي اذا منت قاعد بتفسد في الارض تعايد ربنا تحاول تضل البناية تحاول تتمند ايدك على واحدة وفقت تجيب ما توفقش تجيب تشتكلنا تقولك ده فرحان حاولي اتطاول ايه الارف ده انت راجل باش انت حطيت نفسك في عدوة مع اللي خلقك عايزني انا اللي خلقني اللي هو حبيبي ومولايا وخالقي ورزقي انا احط ايدي في ايدك ده انت تمثال يا رجل يعني ايه؟ انت عاصدي تعملك تمثال ايش معنا؟ عشان انت كل الضغوط اللي انت فيها دي والناس اللي ما وقفتش معك في صفرك بره البلد الضغوط والزروف الاقتصادية للبلد فيها وعندك مساحة انك تبدع اه انت متنتقل وقت حتى دي خالص اه لا يعني انت بعد كل الهجوم ده وبعد كل الناس اللي انت ساعدتهم وودتهم فرصة مرة او اثنين وثلاثة ان هما يغيروا من نفسهم ويعني الخوزي جاية من كل الناس القرائية يعني وفجأة بتبدع يعني انت ماركتير شاتر ومونتير شاتر ومخرق شاتر وفويس اوفر شاتر نعطي البيت بقى نعملش حاجة بس هنا هقولك ان ربنا كريم هو انت مش جامد بس هو ربنا عز وجل بيديك روحة رزقه فانت رزقك ممكن يقفل حتى دي رزقك في ابن ادمين والسلكان برضو حلو يعني السلكان ده يعني دايما يقولهم اسلك ربنا مسللك لك حياتك بيديك حاجات مش بيديها الناس كتير فاسلك فالحمدلله الحمدلله والله يعني ربنا جعلنا بينهم راح تسهلك انا اللي بواه هو براه مش كده ما اعطي حد انا مش قادر انفقك نفاق اجتماعي بيشوفه في الوصف بتاعنا بيشوفه في البيزنس بيشوفه عالي اوي عالي اوي 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 وانت سحب بتعميله انت بس يعني انت في وسط الجروب انت عامله في وسط شغلانة كبيرة فانت قاعد اخد النفاق اجتماعي لكن انا شفت النفاق اجتماعي مش بيستدهوا انتوا رسلا مقطعين بعض وانت اللي اتنين عارفين انتوا مقطعين بعض وعارفين انتوا عايزين تحبسوا بعض وقاعدين بيتمتوا تعاقب مع بعض شركة عادة شركة عشان يكسك كم مليون انت يكسك كم مليون هما ده اللي خلينا بقى نسأل سؤال تاني مهم جدا انت شايف الشغلانة بتاعتنا او شايف الميديا صناعة ولا تجارة صناعة لا انا شايف انها بقى تجارة لا انت شايف ايه انا عارف انها خلاص بقى تجارة مفردات السوق هي اللي فرضت تجارة هي صناعة هي صناعة هي صناعة طيب انت شايف الصناعة يخش فيها البزنس بس هي صناعة طيب انت شايف الصناعة دي ينقصها يعني الصناعة ارقى من التجارة طب تصنع حاجة هتعيش مدى الحياة اما التجارة عمر التجارة اقصر من الصناعة بكتير يعني وهي الصناعة مرحلة من مرحلة التجارة يعني هي تسبق يعني تبقى في الاول الصناعة عندك منتج فتتدولوا طيب احنا الصناعة هنا في مصر ايه اللي ينقصها عشان تبقى مميزة زي دول العالم اللي سابقانا دلوقتي في الميديا او في الدراما او في الاعلانات هقولك ان الصناعة محتاجة حرية مش اكتر من كزا كل واحد ياخد فرصته كل واحد قادر يديلي نفسه فرصته حلو لكن الشلالية والتوجهات والتعليمات ودي مش مختصة على مصر خالص هي دي توجهات جاي من برا فانت موضوع اكبر مني ومنك فبقى التحدي صعب جدا عشان الشخص يبقى فيه فير ينجح بالعدل لا والله مش يمشي بالعدل يمشي رازم بالظلم يعني تبقى انت مظلوم وتنجح فانت رايز تنجح في المهنة بتاعتنا الوقتي هتنظلم وتنجح هتعمل شغل وكاية جدا جميل جدا ونستني قدم منك كتير دخلت في التروس المرسومة فوصلت فين وفين بقى انت هتوصل في الاخر لو اصريت وستحملت هتوصل في الاخر هتفرض على الواقع نفسك بس هي مش فير انت بازلت جهد خمس تلاف جهد مثلا ده بازل جهد مية بس ده من بداية ده اخد جهد ترس الترس ايجي كده ايجي كده ايجي كده اعمل كده اعمل كده اعمل كده اعمل كده اعمل اعمل نTrans انا كنت ممكن اعمل ده من عشرة سنين تقريبا جدا جدا يعني بس انا مش مش هعرف عمله في وسط الخريطة المرسومة عالميا احنا مصر برضو في حاجات كتير احنا بداخد نلوم فيها اطراف معي انا اطراف دي مش ملامة اصلا لاززت محكم جدا اقوى مني ومنك اتحط من مئة سنة امتين سنة تلتمين سنة فانت بتعمل ايه انت بتعمل ايه هو انت ماشي في السستب اللي محطوط للفوقك والفوقك ماشي في السستب اللي فوقك واللي فوقك وهكذا سلسلة سلسلة فانت لازم تخش عشان يجيلك الفنز ويجيلك الفلوس معنا النهاردة سبعت بره حاجة عجيبة جدا كده ان اعلال شركة كبيرة جدا اتعرض في البرنامج معي اتفاجأت يريفون للشركة للشركة الام بره شيله اعلانكم من البرنامج من القناة دي امشان ايه القناة دي يكبر فموضوا معاتش فير هنا طب بتاع القناة دا اكتحد جاب مشاهدات جاب جمهور شاطر هياخد فرصتة مش اخد فرصتة فهو بقى يرزي ما استمر بقى في ظل الفند الضعيفي اللي عنده جاين ما يستمرش عشان ايه كبر بفرقه بحاجة جامدة فيتابعوا معاش تيسة تانية يا اسمان تيسة اللي احتواء ايه ده ده فرقه حدو عندنا بقى كده هو بيتكلم في الدايرة دي شايف الدايرة دي اه طلع بس من على الحتة دي اعملك بس الدايرة كده تانية اصغر هتتكلم فيها بحتاتك برضو لانت حبابها الجميلة ممتازة بس ربع الدايرة ده مش تتكلم فيه فطبع انت لازم عندك الوعي ده فايا اوهم الاول تخش في الموضوع من الاول هو زي ما هو ماشي اما تقام خالف شوية بما لا يعمل مشاكل ديك يعني فاقولك خرص هاتو ده وردك كده كده شوطر هاتو بقا يدرجيته من طريقته ويفكره تعالى نروح لشقة تاني من السؤال اللي هو اى فكرة ايه اه احنا هنتكلم في الحرية بس هنتكلم قبل قبل الحرية هنتكلم في حاجتين يعني مش الحرية قلة القيود لا هنتكلم في سيطارة رأس المال على الصناعة دي مش على التجارة يعني أنا لحد الآن أنا ما عنديش النظرة اللي هي بتستوعب إن شغلانة بتاعة الميديا أو أفرع شغلانة الميديا أو شوية الأنشطة اللي بتدور حواليها أنا ما بشوفهاش تجارة ولو بشوفها تجارة فبشوف كل اللي بيمارسها ما بيفهمش فيه هو مجرد حد بيدخ راس مال وبيجيب حد زي محمد رائد عنده وعنده بلان وبينفذ بروشيكت مثلا معينة بتحقق النتائج في الوقت ده بتدخل دخل معين في مكسب للشخص ده أما أنا بشوفها صناعة فعشان أنا بشوفها صناعة فأنا محتاج أن أعرف فوجة نظرك عن الناس أصحاب رؤوس المال اللي بقوا موجودين دلوقتي على الساحة بتاعة الميديا وبقت أساميهم معروفة جداً وأصبحوا يعني حالاً دلوقتي منتجين مشاهير جداً ومخرجين مشاهير جداً وفي كل التخصصات بقى إيه رأيك في الناس دي؟ أنت بتاخد رأيك في واحد بيعمل الفيلم كل فكرتنا عن الفيلم إنه لازم يبقى فيه مهار جداً أنا متعجل جداً أنا متفرق على الأفلام دي غارب اللي عنده مساحة يدافع عن نفسه بيقولك أنا شايفها تجارة فأنا لازم حط عناصر جذب كل راجل غير في الزوء العام فعلاً لأن كان الزوء العام قبلها لأ كان فيه حاجات فيها خصة وبحبكة وشغل لكن أنا النهاردة أجيب فيلم يلا خشبة يطلع فوق البمبوناية المساساية كل فيلم يقولك خط فيه مهار جداً إيه يا ابني إيه دا؟ إيه دا؟ دا طبعاً تحكم رأس مال هو فيه حد من الناس اللي بتشتغل دي مقتنب اللي بيعملو؟ هل الممثلين دول مقتنعين إن لازم يتحط المهرجان اللي ميلوش أي حبكة ويفضل الفيلم اللي قد ضع منه السبع دقايق ولا خمس دقايق ولا ثلاث دقايق كاملين بتفرج على مهرجان أخنية صوت يعني فأكيد عايز تقولي إن الوحيد اللي مقتنع هو اللي معاه فلوس وش كده نفس فكرته فكل الكرو المخرج بس أصدقوا إن هم مقتنعين فيه فلوس لكن مين يقتنع النهاردة يعني إنت لو جيت كده أمر الكلام بيحصل أعدت وصوروا بقول لك يا جماعة بحاجة ممديها قوي إيه؟ إحنا كل فيما نحط فيه مهرجان بس هتقول عليك إيه؟ 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 لا طبعاً لا إنت بقى جيت عشان معاك فلوس أنا أمام الجامعة هصلي ليكو بالعافية بس وممكن أطلع في كام مشهد ممتع في المسل الخالص أمسل أمسل المنطقة بس بشكل مختلف يعني هي سلعة اللي بيلعبها بيجي فلوس خلاص فهو إحنا هنملة السينمات بالأفلام دي فالناس مش لاقي غد الأفلام دي فهتدفع وتتفرج والدنيا هتمشي ماشي كده يعني سياسة الاحتكار بقى اللي بيمارسها أصحاب رؤوس المال انت معاها ولا ضدها يعني أصحاب رؤوس المال اللي بيحتكره محمد رائد أو بيحتكره محمد الأطول حق حق انت معاهم؟ مش معا هضط هو شريف بس هو حقه يعني انت ممكن تباعة نفسك لشركة من الشركات الكبيرة مجرد الحق لا بس ممكن أن تباعة نفسك من الشركات الكبيرة وأحتكر السوق يعني أنت معا الاحتكار؟ لا ما انت هتحتكر؟ انا مش معاهم بس انت ممكن في يوم إنا تحتكرني أنا النهاردة كما شوف أن كل واحد يشوف نفسه أجمل حدي في الدنيا تمام فقالنا أنا أجمل حدي أنا أكلم عن السياسة يوجد نظرك في السياسة دي سياسة الاحتكار هي سياسة قذرة بس انت ممكن تبارسها فيهم الايام بس انا ممكن اجي فيهم الايام ما انا اتعاملت معاي خلاصها خلاص بقى انا ما اعملها احتكر لان انا من وجهة نظري هجيب الصالحين في هزا المجال الكويسين اللي انا شايفهم يعني يستهلوا وهحطهم واحتكر احتكر الصح عندي ولكن في رقوة بهمة جدا احتكر بقى الاحتكار اللي احترم ايه هو في احتكر لا يحترم احتكر لا يحترم انت راضي لوقتي احتكرت السوق بقوتك احتكر يحترم واحتكر لا يحترم احتكرت السوق بقوتك بابداعك في فنك شغلك بزكائك لكن ما احتكرتوش وانت بتحتكر وشفت فرا因为 بيطلع وانت بععتلوا محمول موقعه وانت بععتلوا حاجة ضربه ضريته كده انت هنا حقير فأنا مع السخص اللي يحتكر عشان هو جامد هو جامد فأحتكر وأنا أحتكر هو شكل اللي أنا عايز وإنا مزاجي مش أشكل لكن حد داني بيطلع أنا نفسه بأدائي مش بسوقعه مش بسوقعه مضروش يعني في الآخر ده دين برضه طبس أنا مش يعني أنا أسف أنا مش معك في إن أنا أنصر مبدأ الاحتكار أو أقف وراء سياسة الاحتكار يعني أنا مش أنتخيل لأ أنت قلت أنا أنا لو عندي شركة جميلة لكن أنا لو دخلت النهاردة أنا دخلت وإنا شايف إن أنا الشخص جميل كويس هشغل مين وهعمل إيه الناس اللي هتطبق اللي أنا عايزه ده جميل بس هو مبدأ مهم جدا من مبادئ المنفسة إن أنا أبقى عندي منافسة عشان أعرف ده جميل يسي السوق بالنسبة للمنتج اللي أنا أطلعه هل المنتج بتاقي جيد ولا مش جيد هو أي حد هيعمل الاحتكار بلاش نسميه احتكار المنافسة الشايفة عشان يعني كلمة احتكار دي مكنت كلها مفهوة عندك مفهوة عنده مختلف اي حد هيعملها بسواق قوي فهو اللي ركب على السوق في الاخر هيظهره النفسي هيتعلمه من شغله من شغله هو وهي نفسه هو بقى حاجة بالاتنين يبقى يطور نفسه فيفضل محتكر السوق عشان هو جامد يعني مين المحتكر مثلا محتكر كلمة اللاعب المصري او العربي رقم واحد محمد صلاح هل هو احتكارها ده احتكار مكروه لا هو محتكر لهاش هو محتكر لهاش هو تميز وصل على درجات التفوق فهي رحت له لوحدها يعني هو بقى محتكر يعني هو بقى محتكر مش محتكر يعني انا نهار دخلت الشركة دي الادارة بتاعتي اي احسن ادارة في الشركة كالستيد قالك تعالى انت هتمسك كل حاجة في الشركة بشغلك انت ماشي كده مش ماشي كده وتروح تغمط في ده وتروح تغمط في ده وخدت مستخيم لنفسك ما تجيش بقى على جارك اللي بينفسك واللي جنبك الصغنون ده وتدخل بتديره المغمط هيوره وتنطحه ما تنطحش انت فاهم وجه النظري فاهم فاهم بس تعالى بقى انت ايه انقلنا شوية الخبرات اللي انت خدتها في تجربتك انت عايزي بعد برسة اتنفخت وابتاع ووصلت للسوق بخضراتي وابداعي واتنفخت وصفيت التراب ومحتكرش انا احتكر ام لا انت ممكن الاحتكار يجيلك لحد عندك اه يعني انت ممكن مثلا ايه خلينا نتكلم في مسأل عادي جدا محمد رائد بيعرف يصنع محتوى ديني بطريقة حديثة وشكل مختلف مش عشان صاحبي او في علاقة تربطنا ببعض سواء كان شغل او علاقة علاقة صداقة يعني صحوبية لا انا بشوف محمد واخوه دو انا بشوف محمد رائد شخص مميز جدا وناجح جدا في انه يقنعني ان انا اقعد اتفرج على محتوى ديني وهو انا بشوفه كده يعني انا ما عرفش التعبير اللي انا هعبر بي دلوقتي هيعجب الناس اللي هيشوفونا او هيعجبك انت كمحمد رائد يعني انا بشوف ان انت بتعمل محتوى ديني كجور اه يعني يخلي كل الناس اللي بتهرب من البرامج الدينية المعتادة الرتيبة انا اسف يعني اللي لقت عايزة تتفرج خصصا ان المحتوى بتاعنا محتوى سوشيال ميديا فالسوشيال ميديا دي فيها رزق كبير جدا طفل انا تيجي تأكيره حاجة معي انا فيرفضها ثم اكيره نفس الحاجة بس تحتهروف ببرونة حتى هم مش هافيين فالفكرة للناس اللي بتقدم محتوى ديني هو عايز يحطه بالشكل التقليزي انت لو ما غيرتش الفرمونات بتاعه وعطيته في اي اداة تانية الناس مش هتشربه فإيه اللي يخايف على الناس وبيحب الناس وعايز الناس تعرف ديني برسة موجود ما يتمسحش خايد طر يعمل اللي انت بتقول بحط الدين بشكل كاشوال بس هو ملعبش فيه هو لعف الحاجات اللي حواليه اللي بتوصله بس جاب شاب كوميدي عملنا برنامج مش عايز دين شاب كوميدي ده اصلا مش مسلم عمل دراما بعد كده جاء الشيخ بيتكلم عملنا كاميرات أريكسة صورنا زي ما عملنا شكله كاشوال شوية عشان نستبلعوه الناس خلاص الشكل النمطي ما هي قفرت قفرت منه بسبب أشخاص وأشخاص أخطاء وقفرهم مدين بسبب أشخاص سيكون الأشخاص دي قدام الكاميرا أور الكاميرا أور الكاميرا الفيجن نفسه اه فالدول عموم انهو في الآخر ايه موم ان ابنك في الآخر ياخد الرضع بزبط والناس مش ابننا يعني ما قلتش كده في الآخر صح اه انا بدي مثل بس خسيط بتدي جرعة والناس حدا حرية الاختيار انا رجل عمي يحب ديني وبحب ربنا وعايز أسطره للناس شايف انه حل المشاكل كتير فبوصله بشكلها عادي أتكلم في حلقة عن الدراما وهم جايب مثل في النص اجيب ايه اجيب حديث فهو يوصل الراجل يترسخ عنه يتقوله ان الحمد لله نحمد وجه فيه ناس بتأملتها خلاص ما بيعملوه انا عايزها من حاجة تأمية انا حابب ده ان انت عارف ان ان الدايرة بتاعتنا مش انا وانت بس اناس اصدقائنا كتير واخوتنا كتير الخلفية التربوية عندنا مبنية على فكرة ان انا دايما خاف من ربنا حالو حالو اه لو حتى بعدت شوية ارجع تاني كده فالحمد لله ربنا حافزنا في الحتة دي لذلك احنا كل شوية تلاقينا بنحاسب بعض ويمكن احنا اتنين بنوعد نتكلم كتير في القصة دي يعني بنلغي مع بعض كتير فيها خلينا بقى نسلط الدوق نبعد شوية بقى عن عن النوعية البرامج نفسها ولو ان احنا اللي عادنا نتكلم في ان احنا مقصرين في المحتوى الديني او المحتوى اللي بيرسخ عند القيم والاخلاق ده احنا مقصرين جدا خلينا نتكلم بس بحاجة مهمة جدا اللي هي الفرق ما بين الصناعة في مصر اذا كانت صناعة يعني والصناعة في اي دولة من دول العالم بس خلينا يعني انقلنا خبرتك بالنسبة الامارات بس انا اقولك هلحك هو مبدعيا انا مدخلتش في صناعة السنة في الامارات يعني صناعة السنة في الامارات دي يغضى لين في اذر الوحش انا دخلت صناعة المحتوى يعني انا نهاردة جبت كاميرا وقعدت في البحر في جميرة وحطت التريبوت اه او تصورت محدش جيل التريبوت محدش جيل صورت مختح اثنين ثلاث محدش جيل صورت مرة مصور عربيات شركة عربيات عربيات بقى موستنج وشعبية الشارع مصور في الشارع خطرنا الشرطة يا شرطة احنا هنصور الشارع ينفع هلوك تمام مسي متصورش بتعطرش الطريق مخش اماكن مفيش اي عم حاش قالك عايز تصريح وفلوس وروح لل جاد الشرطة شباب كيف الحل ايه قالوا زينا تصوروا ايه كذا 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 ربنا وفقوا كل العربة دي اصحي رحي الوقت مش هتعرفوش اه والله كنت عايز جي بعض زينا ان شاء الله جميلة بتاع يعني بصحبنا ومش فهو الراجل مدام ما بتضرش ما لم تضر يعني هو فكرة هناك ما لم تضر لعمل انت عايزه اه لكن الشرق ريستريكتد شوية غير دبي مصابير ريستريكتد شوية دبي لا في التصوير الدنيا تنزل تصور في مكان يبقاش مكان ملك حد او ملك هيئة معينة الشارع يعني عالبحر الناس بتطلع تصوير البحر معاك كلمة ممعات فتوغرافيا ممنوع الكلام دي طبعا كذا لكن هتقولي مثلا الدرون لا الدرون في كل الدول بيستخدم في التهريب والتفجير والتخريب في كل الدول العالم خطر هنا هو اختراع هنا هو اختراع طلع الاول كتلاعب وكده بيصوروا بيه بتكون في كاميرات التي كده بيطروا بيه وكده فبدأ يستخدم في استخدامات خطر فنفيش دولة النهاردة اللي هتسيب الدرون كده طبعا دولة دولة سازجة ما ينفعش يا امرأبك يا مفيشك عرف التمين كويس جدا وانت داخل وانت خارج فانت النهاردة الامارات ما عندوش مشكلة بسبب الدرون بس بطلع تصليح الدرون وتقدم الدرون بتاعك وسلل النمبر بتاعك ويقولك ينفع في دي تتير فيها وراءة ان هو اصلا بيستخدم الدرون في حاجة تتير هناك فزاعتها انت كمان هو مش محتكر الدرون هو بيقولك انت ممكن تتير بيه مش لازم تأجروا من الدولة يعني او حاجة تابعة الدولة بس واحد اتنين تابعة اربعة هالي بيتدفع لي فرصو لا انا بش مجربتش التجربة مر رسمية تقال لك بتفاشعك خالص ورا هالي لك تفرحهم كبير عشان تعمل على التنظيم الدولة بس في الاخر هو تحت الرقابة بتاعنا هتيجي دولة زي مصد اخترت ان الدرون ده يطلع من هيقات معينة او ناس هو مفايش قويس حقه وانت نهاردة هو كل دولة بتدير الشكل الامني حسب طبيعة المنظومة وطبيعة الشعب وطبيعة المنظومة اللي هو شخال بيه فالناس بتهاجم قوي لا او بتهاجم ايه ده مصايب هو الدرون ده الواتساب كان زمان من البلد راح في سجين ده اي واحد ارهابي يطلع يميلك حاجة هيتجسس 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 ده ممكن تبقى في الدور الثمانية عاشتين انت ومراتك وواحد بيدروم من بره ما رجع عندي فيها عدسات في الدروم بتزوم يتفرج عليك وصالك بيتر